رح نضل مع السقافي والفنون مع ضيفنا الشاعر والفنان التشكيلي أدهم دمشقي حيث رح نعطي مساحة حلوة بالسقافي والفنون أهلا فيك بصوت لبنان صباح الخير أدهم بتنورنا خصوصا إنت إذا واحد بدي يحكي عنك بدي يضل كتير يحكي يعني بدي يعرف عنك بكتير بكتير لإلى بكتير قصص أنت مصبع الشهادات ومصبع الكارات إذا بدك علاج بالفنون الإبداعية المسرح والتقوص يفاق بالجروح عندك ماجستير بالفنون التشكيلية باكولوريوس بالفنون التشكيلية ديبلوم بفن المسرح والتمثيل عندك جواز أدبية عديدة بين لبنان وعن فئة الشعر وغيرة والمسابقة اللصة الأصيرة يعني إذا بدي بلش من هون سملا عليك ما بقى أوقف كيف شامع كل هالنشاطات كل هالإبداعات كل هالفنون مع حدا واحد ديما الوقت منقول عنه نحنا نسبة كيف تستثمره هو اللي بيقدر من خلاله تحصد اللي بدك وهيدا أكتر شي بنقدر نكتشف أنه بعالم السوشيال ميديا اليوم ممكن تقعد على الكنابية ساعة بتقس بالتليفون بيمرقوا كأنهم ثانية ما استفق منهم شي ومرات بلحظة بتولد عندك فكرة بتتحول لقصيدة أو بتتحول للوحة أو بتحول لعمل فني وهاللحظة بتعيش دهر وبتعيش مئات سنين لقدام وهيدا أكبر دليل على أنه الوقت نسبة وكيف منستثمره هو الأساس أي شي بتحبه أكتر شيئا مين بتحب تكون الشاعر الفنان التشكيلي المدرب على المدرب حياة إذا بدك أو معالج بخلال الفن لبعض القصص بتعاني من شغلات طلابات تفسية يمكن أو غيرها مين بتحب تكون بلاشت حياتي أنه عبالي يكون شاعر مهم أو رسام مهم بعدين لما تكتشف أنه الفنون منق إلا أداة تتواصلك لذاتك ولا تحقق اللي بدك إياه من جوا ترجع تكتشف أنه أنت كل اللي عبالك تعمله أنك تسترد الطفل اللي فيك فأنا اللي عبالي يكونه هو عبالي يكون أدهم يلي هيدا الطفل يلي عم يقرأ العالم بعينين الدهشة مرات بقراها من عينين الشاعر مرات بقراها من عينين اللوحة أو من عينين أي شيء تاني فماعد هلأ يعنيه ليكون بس شاعر أو يكون رسام أو يكون أهم ممثل هادي ما عادوا شيء صاروا أدوات للوصول للطفل يلي جواته يلي عباله يقشع العالم بهذه الدهشة وكيف عم تشوف العالم طفل يلي جواته كيف عم تشوف العالم اليوم اليوم عم بيقشعوا بشعوران متقلبان يعني الطفل عالة يعني بيعيش ببيت مهتز كلنا بنعرف سيكولوجيا أنه الولد يلي بيربع بعيلة مهتزة أساساتها مع أهل مهتزين ممكن يكون عم بعيش صراع بين هويتان بين صورتان متناقضتان بين صورة أنه عباله يقشع أم أو باي بصورة مثالية وبنفس الوقت عم يقشع عن نقيد طبعا فبيصير عايش نوع من تلاعب بالعواطف بمحلات سعيد بمحلات حزين وإذا أنا عم برجع استرد طفولتي بعلاقتي مع بيروت بعلاقتي مع كتير أشياء بعيش هيدا الصراع أنه مرات بقول افلك شو حلوة عم نعمل نشاطات رجعت الحياة لبيروت برجع هيك بسترد دهشتي وبمبسط وبشوف الصورة المثالية وفجأة برجع على الواقع بكتشف أنه في شي نائط كليا وأنه يلي أنا بفكره أيقوني عم يتكسر قدامي وما أنه إلا شوك عم بدعس عليه بإجراء الحكيم يعني أقرب حادثة عبيري هيك أحكي عنا إذا بدك أو هيك من العلاية مرور الكرام معنو هي مهمة كتير الدائل المرفق هلأ عم يحترق الإهراءات عم الدائلاش علين النيرام فيه لنبارع تبلش يطفوه يعني كأنه كأنه هل هل معلم اللي شهد على جريمة العصر بدون يمحوه عن قصد شو بتقلك بيروت 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 حبيب نرجسة يعني هذا الحبيب النرجسة يلي بيعمل لك لاف بومبينج بالأول وبيجزبك وبيخليك تصير ضحيته بعدين بعد ما توقع وتصير ضحيته بيكسرك وبيتركك بتحس حالك وحيد وبتبلش عقد الزم بشواتك وشو بيك تعمل كرمال وبيجع بيجزبك من جديد وبيجع بيتركك بيروت مرات بشوفه حبيب نرجسة ونحنا ضحيته ومرات بقول انه كمان نحنا الحبيب نرجسة وهي ضحيتنا هالتقلوبات بالمشاعر مني قدر جاوب عنه هلأ لانه بعدني ضحيته بعدني غرقان فيه يمكن اذا فليت من لبنان اقدر مثل شعر المهجر اقرأ العواطف من بره بتبدغت كالفكرة كتير كتير ومرات يمكن بقول اذا بقيت هون ادري اشعل اشياء بواقعية وبحقيقية اكتر هنقدي هنقدي نظرتك سوداوية للامور هنقدي بتشوف انه بيروت بما تمثل لبنان يعني بالنتيجة الوضع شبه ما يقوس منه مش بس سوداوية يعني هي ليلة نهار ليلة نهار يعني مرات بحس انه عتمت الدني بوجه ببيروت وما بقى فيه ولا اي امل وفجأة بلقي طلع الضو وهالدائرة اللي عايشينها كلنا ما بفتكر حدا ببيروت فقد الامل كليا ولا حدا كمان غرق بالعتمة او اجيل ايجابية بشكل كامل كلنا عايشين ليلة نهار ببيروت عايشين انه لا نحيا ولا نموت لا قدرين نعيش الحياة اللي بدنا اياها ولا عم نموت كمانا وننجا من هيدا الكابوس اللي نحنا فيه كتبت لها شي لبيروت كتبت 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 لها شي عميلك هيك اكيد هو عميلك بتلنا شي عن بيروت ايه اكيد كتبت نص من شي سنة تقريبا من بعد انفجار رابع من قاب بعنوان لا احيا ولا اموت مثلكي انا يا بيروت موتي مؤجل وحياتي مؤجلة على جلد عرق ملح ورماد انفجار وعيناي مفتوحتان كالسمكة بيت مقبرة فنية تعج بالكتب والروايات والالوان والموسيقيين والشعراء كلهم معي لكننا لسنا هنا حين اقرأ يزدحم المكان اخرج الى الجيران اعتذر اليهم عن الضجيج الذي ينبعث من بيتي واني من غير قصد فتحت الكتب فخرجت الشخصيات من نومها الورقي ثم اسرع في الكلام افيد رعشة اتبلل احمر ذنبا وانا احدثهم عن تفاصيل الرواية كيف ينتقم هملت لموت ابيه كيف تحول جريجور الى حشرة بارجل طويلة وان جدو قد اتى اخيرا وهو في حديقة يهز ذيله ويعوي فارى جارتنا تحدق الي كالسمكة بلا ذاكرة ارى سكان المدينة على الشرفات والنوافذ في البراويز والصور والشاشات يحدقون الي بلا ذاكرة يتهامسون وكلماتهم فقعات ماء بلا صوت ومعنى فاخبط عن جسبي الوعنقي كهر شريد ارى بيتي من بعيد صامتا فارغا كالمقبرة فادب اليه كالحشرة هذا البيت الصامت الشاحب هناك يثير القلق والريبة هذا البيت المسكون بالاشباح والارواح والموسيقى الكلاسيكية الناعبة كالغراب هذا البيت العازب الذي يستقبل النساء الغريبات والمنبوذين هذا البيت الحاضن على مدخله مزارا فارغا محترقا والمزارات في المدينة شخوص مكرر من طين وماء تحدق إلى الموت كالسمكة بلا ذاكرة وأنا مثلك يا بيروت موتي مؤجل وحياتي مؤجلة حين أرسم تتسلل الألوان تحت الأبواب والعتبات تغمر البيوت والشوارع فأخرج للعابرين للأموات للأحياء أود لو أخبرهم أن هذا الأصفر لي وأن هذا الأحمر لي وأن هذه الألوان كلها تسللت من غير قصد ومعنى وحين أفتح شفتي يبتلع البحر فمي تعوم المدينة تصير رمادية حيادية والناس أسماء وأسماك بلا ذاكرة هذه المدينة المنخورة كالصخور هذه المدينة المنخورة كالصخور المالحة كالأعشاب البحرية هذا المرفأ المدمى كأسنان القرش هذا البحر الذي يطوف من حولي وهذا الغياب وهذا الغياب الذي يحضر علي فجأة هذه جميعها تذكرني بأنني لا أحيا ولا أموت بدي فوت بموضوعنا أكثر اليوم وهو مهرجين عنبر للسقاف والفنون بداية بدورتين اللي طلق بسبعة تاموز ومستمر لخمسة أب حالا بيعمل مهرجين بهالأيام هاي دي بهالظروف اللي نحن فيها وخصوصا خصوصا بدي يراكز عن نقطة إنه ميال أكتر للسقافة أو للنخبة أو للزويقة يعني منه هالفن الشعبي اللي بيطال كل الناس ومتباكت عم تخبرني إنه آي الحمد لله كله كله ماشي تمام كنت تفكر رح تبقى تكون فيه لحالك عم تتفاجأ بكمية هيدا الناس صحيح أنا فكرت حلية رح عامو المهرجين أحضروا وحدة أنا والكلب اللي عايش معي بالباني بس اتفاجأت إنه هالإقبال قداش كان كبير من النخب بيروت مليانة صارت فنون شعبية وقراجيل وفن هابط واستسهال مليانة ومش هيدا اللي فعليا بيبني المدينة هيدا منه إلا بس مخدرات لنقدر نقطع الأزمة اللي نحن فيها والناس عم تخدر حالة بهالفن الاستسهالي اللي هي عم تعيشهم اليوم نحن إذا بدنا فن حقيقي الفن الحقيقي هو من دون طبعا ما نكون عم ندعي صيغة الحقيقة بس نقول إذا بدنا عن جد فن جدة بدنا نكون فن عم بيذكرنا بهوية بيروت الحقيقية اللي هي نهضت بالفنون وكانت رائدة دايما على صعيد المسرح والرسم والموسيقى والشعر وهيك حبيت أنه هيدا المهرجان يكون هالزهرة اللوتوس بمستنقع الوحل اللي عايشين فيه مثل ما قلنا بلشنا صار كذا يوم ماري على المهرجان أمتي شعرية وموسيقية مع رانيم ظاهر والشعر والشاعر يوسف الخضر بالاشتراك مع عازف الدك دك عازف الددك صحيح ددك شو هيدا خبرني هيدا ددك هو مثل الناي الأرمنية يعني مصنوع من شجرة المشمش والتي هو آلة أرمنية عريقة كتير ومليانة دفا وجمال وحنين فهالأمسية كان لها خصوصية كتير حلوة بافتتاح المهرجان وما فيك تخيل صغاء الناس قداش كان أضاف جمال على جمال الأمسية وكانت كمانا لصهرة مليانة ناس ومليانة حب ودفا والشعر أبدعه ورافي كمان أبدع من بعده بيوم عملنا سكرينينج لفيلم مرسيدس للمخرج هادي زكاك واللي هو بيتناول تاريخ لبناء من خلال سيارة المرسيدس وهذا كان كمانا من بعضه في نقاش كتير مميز مع نخبة من الجمهور شو شافت ها المرسيدس صحيح شو ما رأيت ومعابر وقصص وحكيات وشغلات لوصلت لليوم صحيح مثل لبنان تحديدا هي بتمثل لبنان صحيح هي رمزية للبنان صحيح مرسيدس صح كيف بلشته بعدنا صارت هي سيارة الاجرة اللي هي أفقى كادت للنخبة صارت للاجرة ورجعت انقصمت شقفتين حتى بقي في سيارة المرسيدس تبع الشبح اللي هي تبع أم عيون فبتمثل كتير هالشرائح المجتمعية اللي انقصمت وتشتتت بلبنان وبدل على أنه أداش لبنان حقيقة تعرض لهالانتهاكات وهالتدمير الممنهج بطبقته الاجتماعية وببنيته الاجتماعية والسقفية والفكرية الخميس كان في معرقة المسرح الحديث في لبنان مونير أبو دبس كراءات وشهادات من طلابه بالذكرى السابعة على رحيله صحيح مونير أستاذة وهذه السنة الصحيحة السادسة على رحيله أنا مغلط على البوستر حضرة السابعة هي السادسة مونير أستاذ كبير وهو مؤسس أول مدرسة مسرح حديث في لبنان وتخرج على إداية كبار الممثلين كانوا المؤسسين تخرجوا أيضا بقسم كبير منهم في صعوبة أنه يحضر لأسباب شخصية أو تعبان قبل بمرة لما كرمته حضر مونير أبو دبس حضر لياس رحباني على يرحمه حضر عفوا أنتوان كرباج بس هلأ أنتوان كرباج حلته الصحية تعباني رفعان طرابي نفس الشي هو دي تلميزه المقربين في منهم مش بلبنان في منهم في ظروف تمنعهم يحضروا بس على الأقل أنه كان في قسم كبير من طلابه معنا بالمرحلة الجديدة لأنه أكثر شبابا وقدرين أنه يتنقلوا بسرعة فكانت سهرة كتير مميزة وعرضنا مقتطفات لأشياء خاصة ونادرة عن مونير عم نحكي على إنعماليت وآخر واحدين عملت الحديث اليوم منبر مفتوح منبر مفتوح بحديقة عمبر جمعة بـ 15 تموز صحيح هذا المنبر المفتوح استضفنا فيه أشخاص أول شي بلشنا بشي ساعة قراءة بالحديقة عندي كل حدا أخد كتاب من مكتبتي أو كان جاي بكتاب معه توزعنا بين البيت وبين حديقة البيت أو سطيحة البيت وكل واحد أخد زاوية وصار يقرأ بعدين اجتمعنا سوى بصالة البيت وبلشنا نتشارك القراءات وكانت جلسة كتير مميزة لأنا كمان أنا أتوقعت إن يكون قاعد واحد أحد الزاوية وصالا إنه الأسباء اللي كانت نهرتها محمود درويش خليل حيوي محمد المغوت ربيع أبي فاضل ربا حبيبه غادة السمان فدوة وقفان أو توقان ولكن صح يعني أسايمك شعر دسم وهيك وثقيل صحيح هيك بده بده راس إذا بدك وأصلا صارت الناس بعيدة كليا عن القراءة عن القراءة فتفاجأت إنه في أشخاص كانت حاضرة وعم تقرأ وتشارك كمان هذا شيء كتير مميز هيدا اللي مرأة اللي جايه شو نطرنا بعمبر اللي جايه بعد هيك تصاعديا عم تمشي الاشياء في عنا ندوة مع نوال السعداوي ندوة مع نوال السعداوي رح بيكون مشارك فيها دكتور خلود الدمشق ودكتور ناديم محسن رح يحي كل واحد من زاويته عن تأثيره تأثره بشخصية نواله بأدبة وعن قيمتها الأدبية مؤسرة عربية صح ورح ينعرض فيلم عن قضية كتير مهمة أثارتها هالفيلم للمخرج مارك لطة الدعوة عامة أكيد بكل النشاطات الساعة 8 رح بيكون خميس الجمعة عنا نشاط كتير مميز كمان مع الأب الدكتور بديع الحاج اللي هو عميد مع هاد الموسيقى بجامعة الكاسليك يلي رح يتناول فيه تاريخ الموسيقى بالبنان من الثلاثينات للستينات ويسمعنا أشياء كتير نادرة وحلوة بهذه المرحلة الجمعة اللي بعدها رح بيكون عنا مع مغنية السوبرانو مونة حلال صهرة كتير مميزة بخمسي قاب لا بـ 29 جمعة 29 تموز الساعة 8 صهرة مع مغنية السوبرانو أكابلا رح بتكون الصهرة بخمسي قاب الختام المسك مع المختبر السلمائي أنا المختبر للخلق بالحدث اللي أقامته مريال أب الروس على سطح بيتها كمان وأنا كليلي شرف أنا كنت كوردينيتر بهذا المختبر السنمائي مع تسع مخرجين قدموا تسع أفلام وثائقية شاعرية كلفين مدة خمس دايق رح نعرضها ونقشها بسهرتها هي على سطح بيتها ضحقتني بس خليلتي ابتسم هي عملت اللقاء على سطح بيتها وأنت ببيتك صح ليش؟ بيوتنا لما تسكر كل المدينة بوجنا نفتح بيوتنا للسقافة اللي في حياة جواته ما بيموت بزرة القمح اللي في حياة جواتها بآخر الحصات ترجع بتنبو تحقل جديد نحنا قد ما تسكر بأيروته بوجنا ويسكر العالم بوجنا إذا الحياة والسقافة موجودة جواتنا ولا مرة رح من بيتفاعلوا معكم الجيران بيتفاعلوا بينزعجوا بيتفاعلت الإجابة عن جد تحية كتير كبيرة هون لجيراني جار جار بشكل كتير لأنه في مرة اللي صار إنه بعرض سكريننج هادي زكاك هادي عبالي إذكرها إنه كنت عم بعرض الفيلم وأنا عندي 2 أمبير لأنه بتعرفها الغلا بالموتور عندي 2 أمبير وشادد همته بدي أعرض سكرين وجاي ببروتشكتور و2 سبيكر تقدر الناس يسمعونيها كلهم ب2 أمبير متكت الكهرباء ولو ما ينقذني جاري اللي ساكن فوقي اسمه سهر منقله شكرا ويمدلي شريط من عنده يمكن ما كنا قدرنا كملنا هادي الليلة وهون بالنسبة لإقلي هادي فئلة رمزية كتير مهمة عن جد إنه اليوم بس بحاجة نفتح جسور على بعض نفتح بش جسور على بعض واليوم إذا بشفت حتى تعاملون الإجابة من خلال البيئة الجيران الابتسامات الشكر لأنه في شي حلو عم بيصير بالمطرح الإيجابية بعد بيروت بتجمع بتجمع الصورة اللي عم تتصور عن بيروت منا إلا سياسة ممنهجة لضرب صورة بيروت السقفية والحضرية ولا يجروا بيروت على بئرة وحل هن بدون إياها ليرجعوا ويعطوها طابع جديد بيروت ما رح بتكون بحياته مدينة متطرفة دينيا أو سياسيا أو فكريا بيروت هي مدينة الحريات والمؤاومة الحقيقية بتصير ببيروت هي مؤاومة الفنانين اللي بينقلوا الفن للإنسان هن اللي بيبنوا الإنسان مش بيدمروا الإنسان ولا مرة بيروت رح بتكون مدينة القمع قمع الحريات ولا مرة رح بتكون بيروت يعني عم نشوف فيه بوستات معينة بيبتنكتب فشتخلق رأي تعبير ما عم نشوفه صاروا بالحبوس أصحابه هادي هي بيروت هادي هي بيروت بالقرن اللي نحنا فيه بالعام 2022 للا شرف انه برجع بقلك هادي السياسة ممنهجة وإلى سنين عم تشتغل من أيام الحرب البنية وما قبل يعني ما قبل لأنه هالنغضة اللي صارت بمرحلة الستينات واللي انطلقت معها أهم ريادات على صعيد المسرح والفكر والشعر يعني اليوم مجلة شعر اللي هي حركت كل الشعر العربي من بيروت ويني اليوم اليوم ويني الشعر وينه صحيح الشعر اللي كانوا يهربوا من دولهم من قمع الدول طبعهم يجوا على بيروت ليخلقوا المتنفس الفكرة طبعهم ينشروا كتبهم المسرح اللي انطلق من بيروت الحركة الموسيقية مع الأخوان الرحباني والعصب الخمسة كل هيدا هو صورة بيروت الحقيقي على صيرة المسرح كل شي في مخالفات بالدني ما راحوا شايفوا إلا مطار مسرح دوار الشمس عملوا بالشمع الأحمر بدون يسكتوا كل صوت صارخ بهيد المدينة كل شي في اشياء سلبية كل شي في تلوث وعشوائيات وتعديات وقمع راحوا لأكتر محل مسالم أكتر محل بيجمع ونحن بنعرف مسرح دوار الشمس معنى بالمسارح الهادفة والجهد والجيدة جدا يعني أسماء مهمة بعالم السقافة بتكون هونيكة متواجدة ما راحوا إلا لهونيكة هايدي السلطة الفاشلة ما بدا تسترد هايبتا تستقوي على الضعيف والفنانين ما عندهم سلاح بييدهم إلا الفن وما بيقدروا واجهوا بالعنف بيواجهوا بالسلام والسلطة الفاسدة هي سلطة أداتها الأولى هي العنف فلهيك أول شي بتعملوا إنه بتحط جيشة وعسكرة قدام العزل وقدام الفنانين تلحتة تقمعهم وتطهدهم فهيدي الدولة اللي عم تجارب تسترد هايبتا تستردها من خلال إنه تقمع أقليات أو إنه تقمع أشخاص مستضعفين بقلب هيدا المجتمع بس تقولوا أنا عم بعمل دورة لأنه حتى تقولوا اوقف أنا مجبت لكم كهرباء مجبت لكم ماء بس أنا عم بلعب دورة بإني اضطهد هؤدي الأقليات وهودي الأشخاص هيدا الشي برجع بإلك إنه منه إلا مقصود إلا العقربية اللي حاصرت بالنار هاي السلطة هي مثل العقربية اللي حاصرت حالة بالنار ورح توصل لمحل إنه تلدع حالة وتموت وهيدي السلطة مصيرة إنه تموت إذا مش رح بتموت على إيديان الشعب يلي رح يسقطها بالشوارع ورح يسقطها بالثورات رح بتموت على إيديان رح بتموت بيسمى رح بتموت بيسمى وهيدا اللي بنشوفه إنه عم يفضحوا بعضهم وعم بيموتوا بعضهم ورح توعقص حالة هذه السلطة لأنها نار الفكر والثورة والثقافة اللي بيروت حصرتها وما في مهرب لقلة المهرب الوحيد إنها تلسع حالة وتنتهي نرجع لعنبر هيدا مهرجين سنوي حضرتك بتقوم فيه الحضور مفتوح للعامة لكن حدا بيحب مجاني طبعا صح وين وين بجعي تاوي ببيتي أنا عم بستقبل الناس ببيتي بعمبر سميته اللي هو بمقابل البنك اللي بناني الفرنسي أي حضر بيسأل عن عنبر صار معروف بيدله وبيفوته هو صاحب البيت جوه رح بيكون دعوة مش ما قلنا عامة بعد عنا هالأربع أنشطة اللي ببسطة كتير نكون تشاركونا فيهم وتزينوهم إديش إديش هذه النشاطات اللي عم تقوموا فيها بعدها مهمة إدي عم تكون كتيري أو قليلة بتصور قليلة نوعا ما إديه لازم تكون أكتر إديه لازم ندوّع لها أكتر إديه لازم اللي بيقوموا بهك بهك نشاطات يكونوا مصررين أكتر على أنه إيه لازم هالنشاطات التويجات ببيروت ضروري اليوم ضروري عنا مسئولية أنه بيوتنا كلها تصير مراكز سقفية كل يوم واحد يفكر يطلع ببيته يشوف فيه زاوية فيها مكتبة فيه زاوية فيها لوحة فيها مبارح عم بحكي إذا فيه مكتب يقروا يقروا مش مثل الفرجة مبارح عم بحكي أنا وصديقي زياد أحمدية كنا بعرض بالباروك عن صديقنا سيزار محمود واللي هو كمان عن ناشط كتير فوق أنه جبت عملت جهاز سراوند سيستم للموسيقى تقدر استمتع أنه اسمع غنية طلعت بلاحظة قلت قف قداش أنا عن جد بحاجة أنه إذا جبت ثلاث أربعة سبيكريات حطيتهم وقعت بالنص بقدر اسمع الغنية أو المعزوفة أو السيمفونية بشكل أفضل طلعت أنه قداش حتى بيوتنا باردة وميتة قداش اليوم نحنا بحاجة لأنه نزين بيوتنا بها السراوند سيستم لنقدر نسمع موسيقى مظيفة وحلوة لنقدر نحط زاوية بالزاوية بالمكتبة صغيرة فيها كم كتاب يقدروا يغنوننا فكرنا ويعيش معنا ألاف الناس بالروايات ولا نحط لوحة على الحيط ولا أنه عن جد هالقدة تصير المناخ الثقافة موجود جوية حيطاننا ما فيه ما فيه ثقافة ترويج الثقافة بيوتنا مقابر بيوتنا مقابر ساكنين فيها وعم ننتقل من مقبرة حية لمقبرة ميتة بيوتنا من دون الفكر والفن هي مقابر ميتة ما تلثهو انكم نجيبوا أفخم كنابيات وأفخم طولات وأفخم كراسة هاو دي ما بيعملوا حياة فيه ناس عايشة بجعتاوي بشوفها هون بالأشرفية بتفوت على بيتها فيه طراحة على الأرض وبييتهم فيه كتب وموسيقى ولوحات سعيدين أكتر مش الكنابيات اللي بتزين عايشين ببيوت مش إلنا عايشين بعينين الناس كيف الناس بنستقبلها لتقعد على كنابيات كيف الناس بتشوفنا كيف الناس بتشوفنا صحيح بدنا بيوتنا تتحول لمتاحب فنية لمراكز ثقافية على عائلة أنا مسؤولية تجاه ولادنا مع مول افتحوا بيوتكم لتستقبلوا ناس بس علي تجاه ولادكم تجاه عائلتكم ان يكونوا محاطين بها المناخ الثقافي يعني الكلام كتير حلو أدهم الدمشق أو عمبر مستمر مثل ما قلنا وبعد شانتكم النشاطات نتمنى لكل مجاني والحضور عامي ما كان في يوصر تفوت عمبر ويقول له لا أدهم أنا جيل عندك صح شو عامل لك بشو عامل لك نختم يلا بنختم بنص أصير مهدى إلى بيروت بعنوان مدينة الأحذية فضل وطن وطن تكاثرت على طرقاته الأحذية وطن تكاثرت على طرقاته الأحذية الأحذية تأخذ شكل المدن تسكنها الجموع تضرب نسلها فيها شوارع جديدة أحذية عتيقة وكل صباح يستيقظ سكان الأحذية يفكون رباط الضوء يطلون من ثقب الرباط ولا أحد يجيل شعب يصلي لو يأتيهم أحد فينتعي إلى المدينة شو فيها معاني وتعبير أدام الدمشقى أنا أبدأ شكراك على حضورك معنا بصوت لبنان شكراً لك كمان وهيك نحن دايماً نحب ندعم السقافي شكراً لصيلة الوصل رانية عباية تنحيي أنا أبدأ وجهلها تحيي هاي تلميزة مميزة لما أعتمت عندي وهي كانت صيلة الوصل كمانا صحيح أبدأ شكراك أتمنى لك توفيق بهالمشاريع ووالله يكتر هالناس بتقوم بهيك مشاريع فعلاً نحن بحاجة بالبنان لهيك نشاطات شكراً شكراً هايك بنوصل لأخي تايم على الموجة السورة اليوم ألكن أطيب لكم